أهلا وسلم بكم مشاهدين الكرام فقدت أسعار نفط أكثر من 1% يوم الجمعة إذ يصدم التعافي الاقتصادي العالمي بعقبات نتيجة تجدد إجراءات الإغلاق المرتبطة بفايروس كرونا على خلفية مخاوف حيال زيادة أيضا المعروض من الخام مسح الاقتصادي أظهر أن تعافي اقتصاد منطقة اليورو من أكبر تراهج على الإطلاق تعثر خلال هذا الشهر تضاءل الطلب الذي انطلق من الشهر الماضي بفضل تخفيف إجراءات العزل أسعار النفط شاهدنا عليها جلسة الجمعة كان على خام برينت عند مستوى الأربعة واربعين دولار وخمسة وثلاثين سنت للبرميل انخفاض كان تقريبا بواحد وعشرين في المئة برينت خلال الأسبوع فقط واحد في المئة في حين شهر غرب تكسيس الوسيط كان بزيادة تقريبا في واحد في المئة في حين أشارت بعض المصادر بأن أوبك وتقرير داخلي لأوبك بلس بأن الدولة المنتجة للنفط داخل مجموعة أوبك بلس والتي ضخط بما يزيد عن الإمداد المستهدف في الفترة من مايو إلى يوليو ستحتاج لخفض الانتاج بأكثر من مليون برميل يوميا لمدة شهرين من أجل التعويض أيضا أشارت بعض المصادر أن التخفيضات الإضافية إذا جرى توزيع بتساوي ستعني أن الخفض الفعلي للإمدادات من المجموعة سيكون بحوالي ثمانية مليون وخمسمائة ألف برميل خلال شهر أوغسط وسبتمبر القادم بالتالي أظهرت تقرير أن أوبك تتوقع تراجع الطلب على النفط خلال العام الحالي بواقع تسعة ملايين ومائة ألف برميل يعني بالتالي يوميا كانت زيادة بأكثر من مائة ألف برميل عن توقعاتها السابقة على أنه يرتفع الطلب بسبعة ملايين برميل خلال العام 2021 أوبك بلاست توقعت أيضا عن تصور بديل تضرب في موجة ثانية من تفشي فيروس كرونا تكون أقوى وأطول أمد في أوروبا والولايات المتحدة والهند والصين في النصف الثاني من العام الحالي في ظل أيضا أنه أظهرت تقرير أنه من المتوقع أن يتراجع الطلب بأكثر من 11 مليون برميل خلال العام 2020